جولة تطوي جولة ولا جديد إلا التسويف في مباحثات فيينا النووية بين الغرب وإيران أسبع قليلة حددتها القوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق والضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وصف أنزعاج أمريكي واضح من موقف إيران الذي بدأ يحرج إدارة بايدن إحراج أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولوفيان أنه سيكون له حدود حيث بدأ صبر واشنطن ينفد في وقت تمضي إيران بواتيرة سريعة في برنامجها النووي مرحلة لطار ما حذر منها الحزب الجمهوري وخبراء في الأمن القومي الأمريكي الأمر الذي دفع سبعا من الخبراء رفعين مستوى لتوقيع بيان طالبوا فيه إدارة بايدن باستعادة دبلوماسية التخوف مع طهران والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد تقدم إيران النووي إذا لزم الأمر ومع تجاوز إيران خطوطها الحمر كما يقول الأمريكيون تبدو طهران بالمقابل أكثر إصرارا على أهدافها لا سيما مع استغلالها الفترة الانتقالية بين إدارتي ترامب وبايدن ومعرفتها مسبقا بتوجه الرئيس جو بايدن لوضع نهج ينسف مقام به ترامب ولو على حساب تنازل أمريكا في بعض النقاط وخصوصا بما يتعلق برفع العقوبات التي أثقلت كاهل النظام الإيراني في مقابل ذلك يبدو أن حلفاء أمريكا غير سعيدين بما قد تنتهي إليه المفاوضات التي تريد إيران فيها انتزاع اعتراف غربي ببرنامجها النووي رغم الانتهاكات التي تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة إيران لأمن المنطقة وهو الأمر الذي يعني توجها لضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية وهو القرار الذي لطالما أخفته إدارة بايدن وربما تضطر أخيرا للجوء إليه حيث يرى حلفاء أمريكا أن الاتفاق الذي كانت تنوي واشنطن توقيعه مع تهران سيساعد إيران بالنهاية بالحصول على مليارات الدولارات ويمكنها من السيطرة على الشرق الأوسط بسهولة